أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني رقم 12 على 2019 بإجازة تنازل شركة ميت كواربيا LTD عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العشرين من نوفمبر 2014 للمنطقة رقم 56 إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط شين ميم ميم نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 على 2011 وعلى المرسوم السلطاني رقم 72 على 2014 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ميت كواربيا LTD وشركة إنتاج LLC للمنطقة رقم 56 وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميت كواربيا LTD بالتنازل عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العشرين من نوفمبر 2014 للمنطقة رقم 56 إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط شين ميم ميم القابلة لذلك التنازل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتن المادة الأولى إجازة تنازل شركة ميت كواربيا LTD عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العشرين من نوفمبر 2014 للمنطقة رقم 56 إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط شين ميم ميم بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي 50% شركة ميت كواربيا LTD 25% شركة إنتاج LLC 25% شركة بياق لخدمات حقول النفط شين ميم ميم المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس عشر من جماد الأولى سنة 1440 هجرية الموافق للثالث والعشرين من يناير سنة 2019 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 13 على 2019 بإجازة تنازل شركة النفط العماني للاستكشاف والإنتاج شين ميم ميم عن 50% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بالتاريخ 11 من أكتوبر 2011 ميلادي للمنطقة رقم 42 إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي بي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 على 2011 وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 على 2012 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطانة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج شين ميم مين المنطقة رقم 42 وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج شين ميم مين بالتنازل عن 50% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 11 من أكتوبر 2011 للمنطقة رقم 42 إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي بي القابلة لذلك التنازل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوآت المادة الأولى إجازة تنازل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج شين ميم مين عن 50% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 11 من أكتوبر 2011 للمنطقة رقم 42 إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي بي المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس عشر من جماد الأولى سنة 1440 هجرية الموافق للثالث العشرين من يناير سنة 2019 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 14 على 2019 بإجازة تنازل شركة يالايد بتروليوم اكسبلوريشن ANC عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العاشر من أغسطس 2013 للمنطقة رقم 36 إلى شركة ABEX عمان بلوك 36 ANC نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 على 2011 وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 على 2011 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطانة عمان وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن ANC للمنطقة رقم 36 وعلى المرسوم السلطاني رقم 51 على 2013 بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن ANC عن 75% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العاشر من أغسطس 2011 للمنطقة رقم 36 إلى شركة دي ان او عمان اي اس وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 على 2017 بإجازة تنازل شركة دي ان او عمان اي اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العاشر من أغسطس 2011 للمنطقة رقم 36 إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن ANC وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن ANC بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العاشر من أغسطس 2011 للمنطقة رقم 36 إلى شركة ABEX عمان بلوك 36 ANC القابلة لذلك التنازل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتن المادة الأولى إجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن ANC عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ العاشر من أغسطس 2011 للمنطقة رقم 36 إلى شركة ABEX عمان بلوك 36 ANC المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس عشر من جماد الأولى سنة 1440 هجرية الموافق للثالث والعشرين من يناير سنة 2019 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 15 على 2019 بتشديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات شين ميم عين عين لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 على 2002 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يجدد الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات شين ميم عين عين لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية وفقا لإحكام الترخيص المرفق المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ الحادي عشر من فبراير 2019 ميلادي صدر في السادس عشر من جماد الأولى سنة 1440 هجرية الموافق للثالث العشرين من يناير سنة 2019 ميلادية قابوس من سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 16 على 2019 بتعيين سفير غير مقيم نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 على 2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أتن المادة الأولى يعين سفير عماد بن حمود بن سالم العبري سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية الأرجنتين وجمهورية الأرغواي الشرقية وجمهورية البارغواي وجمهورية الإكوادور وجمهورية البيرو وجمهورية بوليفيا وجمهورية تشيلي وجمهورية سورينام وجمهورية غيانا وجمهورية كولومبيا وجمهورية فانزويل البوليفارية المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس عشر من جماد الأولى سنة 1440 هجرية الموافق للثالث والعشرين من يناير سنة 2019 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان